الأول شيء من أن نكون عارفين أنه لازم نجاوب بصراحة وشوي بلطف ما نكون هجومياً اللي بصير أنه أي طفل بسأل الأهل بصير يحكوا خلاص بستكبر بتعرف بفقرة الأمومة والطفولة رح نتحدث عن التربية والتوعية الجنسية عند أبنائنا من عمر صغير وكيف نجيب الأسئلة المحرجة معنا نور المصريصة صباحك صباح جوار نور أخي سيد أمومة وطفولة أهلا وسهلا فيك أهلاً فيكم نور صباح الأخير نحن دائماً نكون مبسوطين بوجودك معنا وبدأنا نبدأ تحكي عن التربية الجنسية بشكل عام فينا استعتقد أنه من كتر ما حكينا في هذا الموضوع الموضوع صار مستهلك بشكل أو بآخر أنه طب يا عمي لا هنا الأطفال قاعدين عم بيروحوا على المدرسة أمورهم تباموا عم تعلموا اللي عم بتعلوهم المدرسة والأمور عم تسلك ليه في إصرار دائماً؟ لأنه نحن يكون في تعامل خاص بيننا وبين أولادنا بعيداً عن المدرسة مظبوط الصراحة اللي عم بصير هلأ خاصة مع الوقت التربية عم تكون كتير أصعب من جميع النواحي والأمور خاصة الجنسية منها كتير عم بتسديد القصص وإحنا كتير عم نسمعها كل يوم فكتير مهم إنه إحنا نربي أولادنا ونوعيهم ونقرب من أولادنا ليه؟ لأنه زمان أنا ولا إنتي ولا أي حدا كان مين بيعرف ناس محددين الجيران، أولاد العام، أولاد الخال يعني ناس محددين هلأ الطفل صار يعرف عنده أصحاب المدرسة صار يحضر يطلع له دعايات إذا ما بده يحضر فيديوهات بالغلط يطلع له دعايات سواء حتى عن الألعاب فهذا اللي حكي بيصير عنده حب يصير يعرف ولازم يعرف يشوف إيش هذا اللي عم بيطلع له كل يوم أو اللي عم بواجهه خاصة مع التطور زي ما حكي نور إذا ما نبدأ نحكي عن بداية تشكل الهوية الجندرية عند الأطفال من أي عمر بيبدأ يميز أنا ولد أو أنا بنت من أي عمر السماعة العامة للهوية تظهر أوكي، هلأ عندنا عمر الطفل بيصير عنده كل عمر معين بيصير عنده اهتمامات معينة من سنة تقريبا ما بدي أعمم بس يعني من سنتين لتلاتة بيكون عنده يصير يعرف يفرق بين ذكر وأنثى أزرق أحمر بيصير يصير يعرف أنا ولد أنت بنت كمان بيصير عنده اكتشاف الأعضاء عنده بهذا العمر هلأ بعد عمر سنتين لتلاتة بيصير عنده يعني خليني أحكي من تلاتة لستة بيصير عنده معرفة يصير أسئلته عن أنا كيف أجيت عن الولادة عن الإنجاب عن الزواج أخوي من وين جبتو أشفيه في بطنك من وين بده يطلع هلأ بعمر ما بعد هذا الحكي بيكون اللي هي بخليني أحكي المراهقة سواء المبكرة أو المتأخرة بيصير عنده أسئلته يسأل عن الزواج نعم الإنجاب عن البلوغ وهون لازم نكون إحنا مستعدين كأهل لكل مرحلة من المراحل إيش يكون جوابها لأنه لازم يكون عندنا استعداد للأهل لأنه بأي لحظة ممكن يسأل أو يخطر في باله السؤال زي كتير أسئلة بتعرضها للطفل يكون عندنا استعداد وجواب لكل مرحلة من المراحل هلأ بكل مرحل من المراحل لازم نكون صادقين مئة بالمئة في الإجابة عن الأسئلة أو بنقدر حسب المرحلة نحكي لهم إجابة مختلفة عن الإجابة هلأ دائما لازم يكون في صدق بس باختلاف عمر الطفل يعني عمر الطفل في أشياء ما بفهمها يعني بدنا نحاول نبسط له إياها مثلا إذا بنحكي عن التزاوج والولادة والهيك ممكن نبلشها بنباتات حيوانات ونصل للمعنى العام بس مكون بأشياء بسيطة حسب عمر الطفل عنا نعم طيب لما يبدأ الطفل أنا بدأ أرجع على المرحلة اللي حكيتي عنها خلينا نحكي سنتين لما يبدأ يلاحظ اختلاف شكل الأعضاء التناسلية أيضا هون يبدأ السؤال الأول والتساؤلات الأولى عند الطفل عطينا طرق للإجابة عن الاختلافات وتقبل الاختلاف هلأ في عنا أشياء لازم عنا إياها تكون قواعد زيها زي أي إشي بالبيت زي عنا إياها سواء أشياء وشروط دينية زي أشياء واجبات اجتماعية فيه أشياء كيف نتعامل معها مع الطفل أول إشي من أن نكون عارفين أنه لازم نجاوب بصراحة وشوي بلطف ما نكون هجوميا اللي بصير أنه أي طفل بيسأل الأهل بصير يحكو خلاص بستكبر بتعرف هذي طريقة الإجابة المعتمدة بالضبط أو إنه خلاص اسأل حدا تاني أو بصير يحكو بعدين بقول لك أو 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 مرات ردة فعل الوجه مظبوط هذا اللي بدي أحكي عنه بصير فوضوله وخلقه وليه أهلي هيك تغير أه التوتر عند الإجابة كثير بفرق عند الأهل لما إحنا نتوتر ويشوف يصير عارف إنه في إشياء أنتم تخبوه يصير عنده حب استكشاف أكبر فما بيلاقي الجواب اللي يريحه من الأهل أو مقتنع فيه فبصير يدور على أشياء تانية من ناس تانيين هلأ في عنا أشي تاني غير عمر الطفل طبعا اللي بدنا نداعيه الأهل وهم مو شاعريا بصير يحكو كين نسمعها إنه هاي عيب وين عيبه إيش هذا العيب هاي الكلمة بالنسبة لأهوه مو عيب هذا جزء من جزء جسمك زي الإيد زي الراز زي الخد زي أي إشي تاني ما في إشي اسمه عيب في اسمه هذا عضو يخصتك أنت ولازم يكون في إليك اعتناء ومنطقة خاصة كلينا معناة نبدل المصطلحات يعني نبدأ خطوة بخطوة هاي مش منطقة عيب هاي منطقة خاصة فيك بدك تاني فيها بالضبط وهون بنبدأ من وقت تنظيف الطفل نقيمه من الحفاظ بنصير كيف نعتني فيه إنه خلاص هلأ أنت لازم تدخل الحمام لحالك أشخاص محددة أنا أمك أبوك بغض النظر لازم يدخلوا فلازم نستعمل مصطلحات صحيحة عشان ما نفرج الطفل إنه إيش هذا العيب فبصير كل وراء شي ممنوع مرغوب فبصير بده يعرف شو هذا وراء الإشير كمان اللي مهم بالنسبة لإلنا كأهل نتعمل فيه مع أطفالنا نعلمهم ردة الفعل المناسبة يعني وهذا بيجي من كيف نفهمهم معنا مثلا إذا تعرضوا لتحرش التحرش بيكون مش بس لمس بيكون عن طريق نظرة كلمة فهذا الحكي يكونوا عارفين إيش معنى وكيف يرد الفعل المناسبة اللي بصير مع الأهل إنه إحنا منعلمهم كيف يأكلوا كيف يشربوا كيف يناموا كيف يمسكوا الألم بس ما منعلمهم إيش ردة الفعل المناسبة يعني بصير للطفل يحكي لك بتحكي له على سبيل المثال إنه إذا حدا قرب عليك ما تخليه ناديني بس إحنا لازم يكون في عنا ردة فعل ودايماً منحاول إنعلم الطفل صوت وحركة مع بعض ليه؟ لإنه بصير بالنسبة لإله الإدراك أسرع من أي عمر نقدر نحكي له عن موضوع التحرش؟ من بعد استنتيم منبلش نحكي له أشياء كتير بسيطة مثلماً كيف حكيت على النباتات إنه لازم نحكي له مثلاً هاي النبتة ذكر وهاي النبتة أنثى وهما التنتين سيجيبوا زهرة وهي ونستنى موسم الربيع لهم بيطلع الثمار الجديدة نفس الإشي الحيوانات فإحنا منحاول من وقت ما ننظف الطفل نحكي له عن مواضيع إنه لازم نتكر باب الحمام ما بصير حدا يدخل معاك بعديها إلا أنا وأبوك مثلاً وهنا إحنا منحاول نعطيه قصص زي ما منحببه بإشي معين قصص دينية أمثلة من الواقع منحاول دائماً نعطيههم عن طريق قصص وعبارات وأشياء محببة ودائماً تكون من خيال الطفل بعمر اللي إحنا مننعلمه بيكون خياله كتير واسع فكتير مهم إحنا زي كأنه إحنا نستغل هذا الإشي بإشي مفيد أكتر يعني هو خياله واسع بحيث إنه طالع الفضاء فإحنا بدل ما يطلع على الفضاء ماشي بس إحنا منحاول نعزز إنه نعلمه إشي جديد مش مش معروف وبدي أرجع لنقطة إنه يتعلم إشي حصوته حركة دائماً لازم نحكيله لا بكفي طريقة الدفاع يعني بالضبط لزي ما منعلمه أي شي لازم يكون بعرف بكفي وقف ابعد حتى على نعطيه أدوات شو يعمل بزيلاح آه يعرف مش إنه ليش استبكي ليش بصر شو هيك وأهم أهم من هات كله ثقة إذا ما كان فيه ثقة بين الأهل والأطفال رح تنعدم أي إشي تاني ما رح يكون فيه ولا إشي تاني يعني لا رح يكون رح يحكي له رح يخاف رح يسر إشي عم بعمله غلط عم يكون كتير هجوميين أو حتى لما نعلمه بفضل ما نعلمه الأشياء الجارحة اللي هي المصطلحات العامية يعني ما منحكي له مصطلحات العامية اللي إحنا منستعملها حتى نعلمه لأنه أحيانا بتكون كتير قاسي حتى إحنا منتحسس منها فبفضل نحكيها بطرق فصحة أقرب لإله بتكون من إنك تحكي له أشياء عامية ممكن تجرحه وما يفهمها مية بالمية نور الموازنة بين إني ما أخلي إبني أو بنتي تخاف وتنرعب لأنه أنت قلت رادي قادي عم تحكي لها في عمر مبكر عن التحرش وعلى إنه ممكن حدا يأذيك وعنه 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 يقدر يبلغ إيش صار معاه أنا لما يكون عمره ثلاث سنين وأربعة سنين وست سنين وحتى صبيه عمرها 12 سنة وشاب عمره 12 سنة بحس إنه هذا موضوع ممكن يخافه وممكن يكبر بعقدي خايف هو مش مرتاح مع جسمه صحيح حلا اللي أهم إشي لما أي أهل يفكروا إنهم دم كون يجبوا أنطفال يراعوا مثلث أساسي بين العلاقة بين الأهل وبين الأطفال اللي هي المثلث إحنا منحطه أول إشي الثقة ثاني إشي العلم وثالث إشي الأمان إذا كان فيه عندنا ثقة فيعني صار عندنا علاقة كبيرة بيني وبين ابني وكبرت هاي العلاقة ثاني إشي العلم نقدر نجاوب إذا نسألنا وعرفنا نجاوب بطريقة علمية صحيحة بسيطة حسب عمر الشخص الإقبالي وآخر إشي اللي هو اللي عم نحكي عليه الأمان الأمان كتير مهم بالنسبة للأطفال لأنه إذا صار إيش ما صار بيعرف أنه إنتي رح تحتوي ما رح تكوني إنتي تقلبي عليه وكتير منسمعها من هاي القصص أنه والله هي جريمة شرف أو أنه صار بده يرد بهذا الإشي حتى على كبر ليه؟ لأنه ما كان عندهم احتواء من البداية وما كبروا على هذا الإشي أنه نحتوي ونعطي الأمان لأطفالنا نورة أنا بدأ أحكي على جانب أنه هذا الجيل المتوعي يعني هو معرض من خلال الوسائط المختلفة من خلال قديش العالم منفتح متوععة على العديد من الأسئلة المفتوحة نحن كأهل نحكي لساته صغير لساته لا يفهم رح أجل الجواب ولما نستهين بفكره الجواب لا يكون مقنع فهذا الفضول يدفعه للبحث عن الإجابات هي أماكن أخرى عشان هيك قديش مهم تكون إجاباتنا منطقية للطفل بنفس الوقت توازي وتحاكي قدراته الإدراكية يعني زي ما حكيت راني أنا ما بقدر أعطي الجواب كامل ولكن ما بقدر أعطي جواب تافه مزبوط هلأ دائما منحاول تكون كلمات بسيطة مفهومة بالنسبة للطفل مو ضروري شرح عام أو حصة علوم أو 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 نحاول نعطي كلمات بسيطة لأنه إذا ما لقينا إجابة كثير من اللي عم بيشوفهم حتى من عنا بالمركز اللي بصير إنه بصيروا يتفاجئوا بردة الفعل إنه عم بيعملوها مثلا زي العادة السرية للأطفال نعم بصيروا عاملينها وخلص وليه لأنه إحنا ما جمنا إجابات ما كان في عنا ردة فعل اللي بيصير دائما الأهل هجوميين لا ما بيصير إيش هاد ما بيشوفوا إنه هاد لازم يكون إليه إجابات بسيطة توصل للطفل والأحل قبل هيفهموا إذا الأحل ما فهموا وكان عندهم فهم لهذا الأشي مستحيل يوصلوا أي فكرة نحن من أجل كل هذا الحديث لمرحلة البلوغ وحتى موضوع البلوغ ما عندكم فيه مسارحة لكن إحنا منتوقع كمان هاي السلوكيات تكون ما قبل صحيح؟ هلأ هي بتبلش من عمر صغير كثير في أطفال بيتعرضوا للتحرش أو مثلا عندهم عادة سرية زي ما حكيت أو ما بيكون عندهم إجابة للأسئلة أو بيحضروا فيديوهات فالأهل بتفاجأوا بردة فعل الطفل إنه إنت من أين بتعرف معقول شاف الأهل ما روحوا شاف عم بيشوف إشي تاني ما عرفوا إنهم هم ما عم بيجاوبوا على هاي الأسئلة فصف الطفل بده يكتشف أو أحيانا كثير من الأطفال بيحاول يجذب الانتباه بهاي الطريقة لأنه بيشوف ردة الفعل للأهل كثير صارمة وكثير هجومية إيش عم تعمل لا إنت رح تأزي حالك فبيصير بالنسبة لإله سلوك عم بيجذب الانتباه وهم مفاهم ولا عارف لأنه الأهل طولوا لمرحلة البلوغ وحتى كثير من بعد البلوغ ما بيحكوها بيقولوا زي ما تعلمنا إحنا أنت بتتعلم بالآخر ما تشوف الجرائم البته نسلين التطور يعني ونسلين ما يحدث في العالم كثير بيخوف صار فلازم كثير مهم نور احتمال كثير كبير لجوء الكثير من سواء الأطفال المراهقين للوسائل الأخرى لحتى يقدروا يعني يعرفوا إيش بيصير وإيش يعني وإلى آخره هلأ نحن نعرف أنه هذه المواد فيها كثير مواد إعلانية وبتشوه أصلا حتى فكر الطفل والطفلة لكل المفهوم بشكل عام هلأ وممكن هذا الأشي برضو يتحول بعد بكرة فضول لأنه أنا اللي أشوفه بدي أمارسه على الواقع بهاي المعضلة بدنا نحل المشكلة بنحاول نوعي الطفل من قبل يعني إحنا ليه أخلي يسمع من الغريب ليه يعرف بطريقة تانية وطريقة تانية مش ضرورة تكون بتناسبني يعني اللي بيناسبك أنت ما بيناسب تربيتي فمش ضروري فأنا بحاول دايما أكون أنا البادرة يعني حسيت أنه طفلي يبلش عنده هادة الأسئلة الأشياء المش مفهومة عليها علامات سؤال بحاول أنا أوضحها مش ضروري أمسكها ويلا تعال بدي أحكي معك في الموضوع لأنه رحيعمل هاد الحكي إحراج للأهل وللطفل نفسه فمنحاول نعطيها بأشياء بسيطة شوف هيك مثلا كنت طلعين شاف إشي معين حيوان أو حتى بيبي صغير شوف البيبي صغير كيف كان باطن بطن أمه أو كيف كان عنده إخوان فمنحاول نربط له الأشياء ونعطيها من قبل ما هو يتعرض لهذه المواقف لأنه الميديا صارت كثير بتخوف قد ما بتحاول تسيطري إلا يطلع لك دعاي إلا يطلع لك فيديو إلا يطلع لك إشي يعرفه أو حتى من الولاد نعم فإحنا منحاول نعلم هذا الإشي قبل ما هو يروح يكتشفه أو يشوفه يعني بالختام لو بدنا نقدم نصيحة عملية بحسب عمر عم نحكي ثلاث سنين لخمس أو ست سنوات شو هي الإجابة اللي ما عم ندخل بالتفاصيل ولكن من نفس الوقت عم نتحدث في بداية تأسيس معلومة صحية مزبوط هلأ منبلش أول إشي منبسطها 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 أبعد الحدود منحاول نربطها بأشياء أول إشي أنا بفضل شخصيا نبلش بالنباتات نحكي عن النباتات وهي يشوف قاعد وردة عم بشوف بيبي صغير للبردقان بيبي صغير للهاي فإحنا منحاول نبسط بعدين منبلش بالحيوانات البساس كتير منشوفهم قدامنا الكلاب الأشياء الهيك بعدين لعمره منحاول ننتقل للفترة الأكبر اللي هي لبني آدم للإنسان هلأ هون هو بيكون استمتاعه أصلا بالأسئلة بعمر بعد ثلاث سنين ونص لأربعة وما بعد قبل بيكون بس يعني بيسأله مجرد الفضول بس ما هم بيسأل ولأنه اهتماماته بين ذكر وأنثى ولده بنت أزرق وأحمر وأنه يكتشاف أعضاء الذكرية ما بعد ذلك بتصير الأسئلة وبيصير عنده إدراك حسب عمره منحاول نبسطها نبتات حيوان إنسان والحد ما يفهم الفكرة دايماً بيكون فيه إجابات بسيطة ودايماً ما نحاول ناخد الإشياء أنه لا أنت من ونعرفت أنت من ونصار عندك التفكير لأنه دايماً معرض الطفل والأهل معرضين لأي سؤال مش بس هيك حتى على أسئلة ثانية فلازم يكون عنا تحضير زي ما إحنا ما نحضر لما ديكتروح إلى مقابلة ديكتروح إلى ناس يجوك كله بده تحضير فأنت تكون جاهزة لهذه الأجوبة لأنه رح هو الأساس إذا إحنا تركناها رح يولد عنا مجتمع كثير سيء وطبعاً ما في مشكلة أنه في حال ابننا يعني سألنا سؤال ونحن ما كنا عارفين أنه نجد عليه بالطريقة السليمة أنه نستشير الناس معين بتقدر تساعدنا ومنقدر كمان نحكي له أنه ما عندي أنا هالجواب خليني أروح أسأل وبعدين برجع بردلك طبعاً حتى ما يكون حاسس أنه أنت يعني الأم والأب قد ما كانوا بيعرفوهما بيعرفوا كل مزبوط خاصة أن عمر معين وزي ما حكيت الثقة علم وأمان هم مثلث الأبوة والأمهات يعني الجاي خصائية الأمومة والطفولة نورا المصري كنتي معنا شكراً لأيكم